السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين مشاهدين برنامج نحو الهدف يتجدد بحضراتكم اللقاء الإسبوعي في برنامجكم الهادف نحو الهدف إحنا الحقيقة كل مرة بنحب نوضح فكرة البرنامج علشان أصدقائنا اللي هم أول مرة يتابعونا وأول مرة يتفرجوا علينا هو برنامج نحو الهدف هو برنامج إسبوعي اجتماعي طبي الهدف منه تقديم خدمة طبية صحيحة لحضرتك والحضرتك وأنت موجود في البيت ناس كتير بتحب وبتبقى عايزة تسأل أسئلة كتير حقيقة بس ما بتبقاش عارفة السكة فإحنا بنحاول من خلال البرنامج بتاعنا إن احنا نوصل المعلومة الطبية الصحيحة لكل الناس في كل بيت علشان لا تحتار ولا تحتاري ولا يبقى عندك أي استفسار لحاجة أو حيرة أنت مش قادر تحلها حقيقة بداية أنا سعيد بصحبة حضرتكم أنا الدكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخوى العصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان إحنا بنعمل سلسلة دلوقتي تخص الطب النفسي يعني أنا عامل سلسلة دلوقتي تخص الطب النفسي وبالأخص تخص الأطفال سلسلة الأطفال دي كان الهدف منها إن إحنا نقدم خدمة نفسية سلوكية مصبوطة للأب والأم أو القائمين على التربية للأطفال علشان نقدر نوصل بالطفل لصحة نفسية سوية عشان كده اسم السلسلة طفلك بصحة نفسية سوية طبعا الأطفال الأطفال زي ما إحنا دايما بنقول إن هم العصب بتاع الأسرة اللي هيتبني عليه الأسرة بعد شوية واللي هيتبني عليه هم أسر بعد كده وهيتبني عليهم المجتمع لذلك الأسرة هي تعتبر النواة بتاعة المجتمع إذا صلحت النواة صلحت المجتمع كله إذا الاهتمام بالطفل والصحة النفسية بتاعة الطفل دي حاجة في غاية الأهمية علشان تقدر تبني أسرة وتبني عائلة وتبني حي ومدينة ومجتمع على أساس مظبوط وعلى أساس سليم يعني لو أنت عايز الأسرة تبقى كويسة خلي بالك من الطفل عايز العائلة تبقى كويسة خلي بالك من الطفل عايز المجتمع والحي اللي أنت فيه بقى كويس خلي بالك من الطفل لو انت عايز يعني الامور تبقى ماشية سوية ومعقولة خلي بالك من الطفل اذا وجود الطفل والاهتمام بالصحة النفسية بتاعته دي حاجة مهمة جدا علشان خاطر هيتبني عليها حاجات كتير في المستقبل سواء للأسرة او لصحة الطفل النفسية والجسدية حقيقة احنا كنا اتكلمنا بعض في الحلقات اللي فاتت عن بعض السلوكيات اللي احنا محتاجين نعلمها لأولادنا علشان نوصل بيهم لصحة نفسية سوية اتكلمنا عن اداب تناول الطعام وازاي الطفل يتعلم يأكل ويقعد على الاكل كويس واتعلمنا في الحلقة اللي بعدها اداب الاستئزان ازاي الطفل يستئزن في دخوله في الاماكن يعني او طلبه للاشياء اتعلمنا في الحلقة اللي بعدها المساعدة في المنزل والتعاون اتعلمنا في الحلقة اللي بعدها زيارة الاقارب وصلة الرحم النهاردة احنا بنتكلم عن موضوع جديد وهو عدم دخول الاطفال في المشاكل والصراعات الاسرية طبعا فكرة ان الطفل يبقى جزء من المنظومة بتاعت الاسرة ده هيخليه يشوف كل احداث اللي بتحصل في البيت طيب يعني من ضمن الاحداث اللي بتحصل في البيت هو موضوع الخلافات الاسرية او الصراع اللي دايما بيحصل اثناء الافراد وهم عايشين في منظومة واحدة طيب دلوقتي الطفل ده عنده عقلية معينة ونفسية معينة صغيرة اوي ضيقة الافق اوي ما عندوش المعلومات او الثقافات او الخبرات اللي تفهموا ان الخلاف اللي ما بين الاب والام او القائمين على الاسرة او على الرعاية ان دوت ظاهرة اجتماعية صحية هو ما يعرفش ده ما يقدرش عقله ما يقدرش يستوعب اكتر من اللي هو بيشوف اذا دخول الطفل في منظومة الاسرة هيعرضوا لاحتكاك بالصراعات المختلفة اللي بتحصل بين الزوج والزوجة او كده طيب دلوقتي هتقول لي طيب يا دكتور وليد دلوقتي الاطفال دول لما بيبقوا مثلا في البيت فبيتعرضوا لموقف ان فيه خلاف بين الاب والام او بين اخوات اكبر منه مثلا او بين حد من الاسرة وحد خارجي ماهونا طفل بقى بتفرج على المنظر ده انا كطفل ما عنديش الخبرة والثقافة الكافية اللي تخليني اقدر افهم ايه اللي بيحصل ده فبالتالي ببقى انا بيحصل عندي نوع من انواع التشويش الفكري كطفل صغير 3-4 سنين 5 سنين 6 سنين انا مش فاهم فيه ايه مين يعني الناس دي بتعمل كده ليه ولا بيتخنقوا على ايه ولا ايه اللي بيحصل انا مش فاهم طيب ايه الدرر النفسي اللي هيقع على الطفل او الطفلة في الحالة دي اول حاجة انت بتعرض الطفل دلوقتي لكمية استرس وتوتر غير طبيعي يعني الطفل دلوقتي هيتعرض لتوتر واسترس يعني ايه يا دكتور وليد يعني الطفل دلوقتي هتعلى عنده الهرمونات المسؤولة عن التوتر والقلق معه احنا كده جماعة لما بنيجي نتعصب شوية بتعلى عندنا الاسترس هرمونز او هرمونات التوتر والقلق طب لما تعلى ايه اللي هيحصل يا دكتور وليد طفل هيحصل له ايه هيتولد جواه فكرة ان اعصابه تبقى مصارة مصارة وعنده فكرة التوتر والقلق دي هتبقى حاجة قريبة منه جدا طيب وايه يعني ما شوية وهتروح المشكلة مش في كده المشكلة في الريبيتشن الريبيتشن بتاعها او التكرار بتاعها كل لما الطفل بيتعرض لمؤثر يزود الاسترس هرمونز عنده كل لما هيخليه متعود على فكرة الاصارة السريعة وانه هو دايما في حال التوتر وانه هو دايما الان اذا انت بتخلي الطفل بتاعك عنده بداية صحة نفسية غير سوية فانت بالمشاجرات اللي بتحصل قدامه والاختلافات اللي بتحصل قدامه بتوجد عنده نوع من انواع التوتر والقلق طيب سؤال يا دكتور وليد دلوقتي الطفل ده عنده توتر والقلق وكده طيب يعني بعد شوية هنعمل ايه معانا تليفون اوكي تفضل سلام عليكم جاكي دكتور اهلا وسهلا يا فان انا كان عندي مشكلة بس انا عندي اخوية اتعرف بيكي بس الاول انا شاهد من البحيرة شاهد من البحيرة ازايك يا شاهد الحمد لله بخير فضل يا شاهد انا عندي اخوية صغير عصبي جدا هو عنده خمس سنين اوكي وعصبي جدا يعني مش منعفل سهيل معه كويس اوكي وطيبا اللي هو يعني بيدرب ممته وبيدرب ممته وبيدرب اخواتي وكده اللي هو عصبي اوكي وانه هو مهما ممته ضربته انه بيعمل حاجة غلط برضه مفيش تفاهم خال وبيش تنو يعني واحنا ما عندناش الموضوع ده حالص اللي واحنا عندنا اطفال دايما متربيين طب هو ليه الولد ده طالع مش متربي تفتكري ليه مش عارفة وتقريبا انا انا بتصح لكش بتحجيرين مش كده لان انا حرفان يعني بتبقى مكسوفة منه قدام صحابي وكده اوكي هو فيه سامسنج عندكو رونج في التربية في الاسلوب التربية يعني هي ممكن ممته بتضربه بس كده بتضربه جامد وبتقهره جامد فعشان كده الولد عنده نوع من انواع التشوش على فكرة هو ده ليه علاقة بموضوع الحلقة فكرة الشجار او الخلافات دايما بتخلع عند الطفل نوع من انواع التوتر والتشوش في التفكير فبالتالي الافكار بتاعته بتبقى مش مزبوطة فبالتالي يعني هي بتضربه عشان خاطر مثلا وعمل حاجة غلط فطبيعا انه يتعاقب عليها اوكي انا ما قلتش ان الطفل ما يتعاقبش بالعكس ده احنا عندنا اساليب في الـ punishment and reward ازاي تعمل سواب وعقاب punishment and reward ازاي تعمل سواب للطفل لو هو عامل حاجة غلطة ايسا وازاي تعاقبه لكن فكرة الضرب دي اولا موضة قديمة اوي هي حاولت معه مثلا تحرمه من حاجة هو بيحبها بس ممكن مثلا ازاي اطلقه بتاع بعدها بشوية بينسى بيرجع ينسى تاني ويرجع من نفس الغلط تاني التكرار يا فندم بيعلم الشطار ما فيش اي مشكلة خالص ودي الاساليب اللي احنا بنعلمها للامهات واولياء الامور ازاي يتعاملوا مع الطفل والطفل ده ما بيحفظه من مرة واحدة ده طفل مش فاهم فمحتاج الربitation تكرار 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 فالقصة انك محتاجة تركزي معاه شوية انتي ووالدتك في فكرة السواب والعقاب وانك توجهوه في حتة انه ما تشتمشي ما تقولش ما تعملش بس بشكل لطيف عشان خاطر ما يقلبش معاه بالعكس او بالعند لا يا فندم مفيش حد من ده من برا الاسرة دي قاعدة مفيش حد من برا الاسرة بيتدخل في تربية فرد من افراد الاسرة يا فندم دي قواعد عملية الفصل ده هيبقى دور حضرتك ودور والدتك تمام قدت شكرا يا دكتور أشكرك على مداخلتك طبعا فكرة زي ما كنا بنقول فكرة التوتر والقلق دي بتؤدي ايه المشكلة بقى يا دكتور وليد لما الطفل يبقى عنده التوتر والقلق هنخش في المشكلة الاكبر اللي بعدها هي مشكلة الاكتئاب الطفل حيصاب باكتئاب من كتر التشوش أو التشويش أو الافكار السلبية اللي بتبقى عنده انه مش قادر يعني يتحمل كتر الاسترس استرس استرس فبالتالي بيخش الهرمونات بتعلق جدا فبتأثر على بعض خلال مخ فبالتالي بتأثر على بعض يعني خلال مخ اللي هي مسؤولة عن العاطفة فبتبتدي الكهربية بتاعت المخ بتأثر فبتبتدي العيان أو الطفل يخش فيه مرحلة اكتئاب من ضمن الحاجات اللي أنا برضو أحب يعني أعرف الناس بيها ايه هي الأثار النفسية السيئة للخلافات أو المشاجرات اللي بتحصل قدام الأطفال ان الطفل بيتزرع جواه فكرة الخوف فكرة انه يبقى خايف خايف يعني ايه يا دكتور وليد يعني هقول لحضرتك دلوقتي الولد طول الوقت بيشوف الأب والأم في نزاع وصراع مع بعض فهو لما يجي يلاقيهم بيتكلموا مع بعض في أي وقت هيبقى في الزهنه وفكره حاجة واحدة انه هو خايف ان الكلام اللي بيحصل بينهم دلوقتي العادي اللطيف اللي هو ما فيهوش مشكلة انه يقلب بعد شوية بمشجرة وقلق وتوتر تاني اذا انت كده بتزرع في الطفل فكرة الخوف يعني انت احسب معايا كده بتزرع في الطفل التوتر والقلق ادي واحدة مرحلة تانية مرحلة الاكتئاب المرحلة اللي بعدها مرحلة الخوف يعني انت بتأذي الطفل أزية نفسية قوية جدا ومباشرة معانا تليفون تاني أستاذ زينب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا أستاذ زينب تفضلي محمد النساء حضر بك تفضلي يا فعل انا عندي سؤالين كمين ممكن اقولهم تفضلي اول سؤال انا عندي طفل عن سنة 200 ربنا يخلي انا ربنا يخليك انا من كتر من النفسية مضغوطة لو عمل من اقلي الشيء انا ممكن اضربه وتعصب عليه كامل وبزعل ان ابي اعمل كده اوكي دلوقتي الزفل بيتنرفز لو عايز حاجة بيتنغرها لحتى ما يترق لحتى ما ياخد اي حاجة واي حاجة بيطلبها احنا اللي بقينا نمشي على رأيه ما بقيناش احنا نعرف نخليه اللي يمشي على رأينا اوكي 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 انا وصلة لدرجة اللي لانا حتى اللي انا بقيش عندي احساك انا مش حتى بحتى بحبه انا نفتيت انا ممكن ان ترين اعيط من كتر ما انا مش حتى بحياتي مش حتى بفرحة خالص مش حتى بحاجة حلوة اوكي انا انا عالبي مات او انا مش عايشة ولا ايه بالضبط اوه ده المكلمة اوكي ده السؤال الاول صح ده هما سؤالين في بعض هم اللي اتنين في بعض اوكي 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 طي انتي حضرتك منين يا افنى ي انا من المنفي من المنفي اوكي منين من المنفي يا افنى ايه من قرية جنبي شبيد اه من قرية جنبي شبيد اوكي حريك المشكلة اللي عنده حريك دي هي مشكلة نفسية حريك تقدري تاخدي تليفوني من الكنترول يا ريت ونتواصل آه نتواصل بعد الهوى كده لأن حريك حريك عندك مشكلة دلوقتي فإحنا محتاجين إن إحنا نزبطها عشان تقدري إنك تحلي مشكلة الطفل تحلي مشكلة كنتي الأول معنا تليفون تاني شكرا جزيلا الفكرة بس إن إحنا لازم نبقى فاهمين إحنا ماشيين راحين على فين فكرة القلق والتوتر والاكتئاب والخوف دي أحد الأثار الجانبية أو المشاكل اللي بتظهر على الأطفال نتيجة الضغط النفسي أو نتيجة التوتر اللي بيحصل لهم نتيجة المشاجرات والنزاعات والصراعات اللي بتحصل فيه ما بين الأب والأم طيب حاجة اللي بعد كده معنا تليفون أستاذ أسعد فضل يا فنم أهلا وسهلا يا فنم أهلا وسهلا يا فنم أهلا حضرك طيب أنت طيب يا جميل فضل عندنا طفل شائي وبيطلع الشارع والعلم تضرابه وما بيقعدش ساكت وعادين من لا أي حاجة يكسرها لو في نعمة والحاجة يكسرها ومسمعش الكلام وبينضرب كتير أوكي وما كنا عايز حاجة يصمم أنه هو لازم يخدها يعني يخدها هو عنده أديه؟ عم ست سنين ست سنين ست سنين ها وضعيف الدراسة وضعيف الدراسة ها ودرجة حفز الكرآن اوكي اه طيب وما بيسهمش حاجة خالص اوكي ماشي وده ده دكتور مخو احصاب ده العلاج قلعي هادية ما ياخد العلاج ولا لكنه خد علاجه ده دوة نقط دوة مع الشيء تاني اه وما عملش مع حاجة اوكي هو احنا دايما يا فندم مش بنلجأ للدوة كمرحلة اولى من العلاج يعني احنا اه يعني الطفل بنقعد بها الاول و بنقيمه وبعدين بنعمله بعد التقييم النفسي يعني ما بين اختبارات هو محتاج طبعا الولد محتاج نعمله اختبار للزكاء الاول وبعدين اختبار لفرط الحركة وبعدين بنقيمه وبعدين بنحطه على يعني الاسكيديول كده بتاع البرامج التأهلية بعد كده بنخش بالدوة لو احتاجناه لكن في الاول الدوة او الاختيار الاول الدوة لا طبعا ده كلام مش مصبوط فهو محتاج تعديل سلوك يا فندم لو فيه مركز قريب من حضرتك بيشتغل فيه تعديل سلوك الاطفال هيساعد حضرتك كتير حضرتك ممكن ناخد طرفون حضرتك ولا اه اخده طبعا من الكنترول يا فندم تحت امر حضرتك وتواصل معي وانا تحت امرك النقطة اللي كنت عايز ادخل عليها بقى في الاثار اللي هي الجانبية للمشاجرات وكده التأخر الدراسي زي ما كان الاستاذ التي بتكلم انه هو اكيد فيه سامسنج فيه سامسنج في البيت مش مصبوط عشان كده الولد بدأ سلوكه يبقى عنيف شوية او سلوكه يبقى متغير شوية فحتة التأخر الدراسي دي هي حاجة بتبقى واضحة جدا وشكوى للام الام بتيجي تقولي يا دكتور وليد لو سمحت الولد في الدراسة بقى سيء جدا ودرجاته وحشة والميس بتاعته بتشتكي منه ودور في الاسباب بيطلع ان السبب هي الام نفسها لكن هي مش فهمة او مش واخدة بالها فبنبتدي نقعد معاها بقى ونفاهمها طرق التعامل وطرق السيستم بيبقى ازاي مع الطفل وهكذا اذا احنا عندنا دلوقتي حاجات كتير قوي ممكن تحصل للاطفال نتيجة المشجرة او الصراع او المشاكل او الخناعات اللي بتحصل دايما بين القائمين على التربية زي الاب والام او يعني اي حد قائم على التربية بتاعت الطفل من ضمن الحاجات اللي مهمة بقى قوي اللي هو شعور الطفل بالزنب هنفهم ديه بعد التليفون ده اهلا وسهلا ازايك يا دكتور اهلا وسهلا ازايك يا استاذ روان اهلا وسهلا ازاي حداتك الحمدلله تمام كنت عايزة استفسار عن حاجة يعني كنت عايزة تستفساري عن حاجة او استفساري يا استاذ روان اتفضلي عندي يا اخوي عندي سبعة سنين شقي جدا ما بيتمارش الكلام جدا ايوا مثلا ما بيتمارشت على اقل حاجة ايوا ومسلا ما بكز عقله او اقول له مثلا احرمك من حاجة اللي بتحصل داعه مثلا مش هلعب معي كده يوز يقول لي يوز يزع وطبع يقول لي بابا يا مش هايز تلعب معي يا هي كده طبع طبعا بيقول لي لعبي معه عشان بزعي لغوش عشان كده طبعا بيسوق فيها بقى ويقول لي ادبو اكتر اه يعني الموضوع بيزيد معاه لو عشان بابا قال لك لعبي معايا صح كده او اوكي في حاجة هو متعلق جدا بقى لعبة ضبجي على طول في العبار فمتعلق من العصبية وكل حاجة بيتنفذ عليها لعبة ايه لعبة ايه ضبجي او ماشي اوكي اوكي في حاجة تانية يا استاذ روان اوكي طبعا بشكرك على مداخلتك فكرة ان الطفل مرتبط بلعبة زي موضوع البابجي وخلافه طبعا دي اا يعني حاجة لسه انا مخصص لها حلقة اصلا لوحدها فكرة الكارتون بقى والبابجي واسموه ايه دوت كان فيه كارتون كده اسموه حاجات كتير حقيقة موجودة دلوقتي اليومين دولة على الساحة يعني بتعلم الاطفال العنف وان هما يزعقوا وان هما يشتموا يبقوا يبقوا عندهم سمات عصبية شوية حاجات كتير قوي انا يعني ان شاء الله مخصص لها حلقة ان احنا هنتكلم عن الكارتون والبابجي ده بالذات واه بنتن بنتن كارتون اسمو بنتن ده حاجة بشعة جدا بنتن ده هو والبابجي فاحنا ان شاء الله يا استاذ روان هنتكلم عن الجزئية دي في حلقة ان شاء الله جاي ولكن فكرة انه هو لما انتي بتقولي له اعمل كذا او ما تعملش كذا بيتعصب او كده فوالده بيتدخل بيتدخل انه هو يقولك معلش وعشان خاطري انتي لازم تعودي معاه وتستوعبيه على قد ما تقدري وبعدين نخلي مرحلة الوالد دي مرحلة متأخرة شوية عشان خاطر هو ما يبقاش دايما عارف ان بابا هيقول كذا فانا هتصرف بالطريقة الفلانية او بالعصبية الفلانية معنا التليفون الو الو ايوا مع حضرتك الفلانية السلام عليكم ايوا دكتور اهلا وسهلا يا فلانية بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي ابن عنده اربع سنين اوكي ومتعلق بالكارتون وبالتليفون بطريقة غير عادية لسه بتكلم فيها هو دلوقتي لسه بتكلم على الكارتون بصة دكتور يعني ممكن يقعد قدام الكارتون من الصبح الحدي بالليل عادي ميزة يزهق من الكارتون يمسك التليفون على طول الالعاب اه فبعدين موضوع الاكل عنده بخط جدا ممكن لو قعد على الاكل خمس ازاي بالظبط او اقل من كده ويقوم فبعدين الموضوع دوت اه مش عارف عالجه ازاي اولا انت حضرتك لما تسيب الولد قعد على حتى والدته فبعدين زهقت من الموضوع دوت فبعدين احيانا بتعالج الموضوع ده بالضرب يعني مثلا بتضربه عشان ايه عشان الكارتون او عشان التليفون بس برضو بيرجع له تاني لما بتزق او بتمل منه لا طبعا هو فكرة ان انا اضربه عشان الكارتون ده حاجة مصطحة انا ممكن استعيد عن وجود التليفون والكارتون بحاجات تانية يعني في احد الطرق ان احنا نعلمه ان هو يمسك قصة ولا حتى قصة ملونة هو اربع سنين مش كده اربع سنين يا دكتور حتى عنده اخوز زغير سنتين اتنين بيدرابه فبعدين بيعايض دايما ويقول لي يا باب وحوش عني يعني اقول لأصغر منه عنده سنتين اتنين مخيطر علي يا دكتور فبعدين حتى دي برضو حاجة مأثرة في نفسية التفل عندي الولد الكبير اللي هو اربع سنين هو اللي بيدراب الولد اللي عنده سنتين لا 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 السغير هو عنده سنتين السنتين هو اللي بيدراب الولد اللي عنده اربع سنين ايو 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 طيب تمام هو بيدغاشم عليك جدا يا دكتور هو طبعا سنتين ده هو لسه مش فاهم حاجة فهو الزغير لسه يعني فمش مش ايو 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 لكن هو الفكرة في الولد الكبير الأول إحنا عايزين نستبدل وجود التليفون والكارتون بحاجات تانية زي قصص ملونة أو قصص مسموعة لو هو عايز التليفون أوكي ما فيش مانع ولكن نحط له عليها القصص المسموعة قصص يعني مش ألعاب لأنه هو بيتعلم العنف من الألعاب دي يا دكتور ممكن لو جيت خدت منه التليفون ممكن يخربشك ممكن يعورك ممكن يعبك ممكن يشدك من شعرك ممكن أي حاجة غشيمة كده يعملها أوكي يبقى احنا في الحالة دي يبقى احنا في الحالة دي لازم نديله دواء خفيف الأول طرح ما هو يعني في الحتة دي لازم نديله دواء خفيف الأول عشان خاطر يهدى وبعدين نبتدي نعمل اللي أنا بقوله حضرتك عليه دول استبدال الأداء اللي موجودة دلوقتي اللي هي فيها مشاكل بأداء تانية زي القصص وبرامج تانية حاجات تانية كتير احنا بنستخدمها في استبدال المضر بالحاجات الكويسة بس حضرتك لازم تشرفنا الأول ونقعد نحط الخطة مع بعض ونبتدي ننفذها في العيادة يعني؟ في العيادة أو في أي حتة؟ ما حالك تحب بي ماشي ماشي يا دكتور شرفنا يا فن فكرة أحد المشاكل اللي بتظهر عند الأطفال الشعور بالزنب يعني إيه بقى يا دكتور وليد الشعور بالزنب دي؟ ليه الطفل بيشعر بالزنب لما يبقى فيه صراع بين الأب والأم أو فيه مشكلة يعني إيه حتة شعور بالزنب في كده؟ الطفل حيبتدي لما يلاقي الأب والأم مع بعض في صراع حيبتدي هو ياخد قرار إيه هو القرار؟ إن أنا هبقى يا إما مع ماما يا إما مع بابا وبعد ما بقى مع ماما أو بابا أنا هبقى زعلان إن أنا زعلت الطرف الآخر ناخد تليفون أم بسانت أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام راح تلاو بركاته أهلا وسهلا يفن أهلا وسهلا فن أهلا وسهلا فن أهلا وسهلا فن أهلا فضلي حريك بس استقللك توطي التلفزيون شوي تلفزيون أيوة ابن بنتي عنده أربع سنين ونص أوكي عصبي جدا والأطفال كلها عصبية إيه الحكاية لأ مش عارفة لو حد عمله حاجة يتعصف في الأرض ويتمرق في الأرض ويأحصبه تشيل دي جابنت خالص أوكي ما يعرفوش نسكتوه خالص ولا يعرفو نتفهمه معا سؤال يا فن الولد دود بيأكل شيبسي وكيك وحاجات كده منبرة كتير لا 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 ده بابا يعني شغال في المجال الصحي يعني مش بتاع الكلام ده خالص بيبيد عنه الحاجات دي هو بابا مش بتاع الكلام ده بس بابا في الشغل البيت بقى أخبره إيه لا ومامتور آخر يعني برضو عندها وعي كافي إنها ما تأكرهمش حاجاتنا الصحية أوكي يعني ما فيش أي أكل ما فيش أي أكل فيه مواد حافظة لا 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 أوكي تمام طيب التعامل معاه في البيت بقى شكله إيه هي ممطقة عصبية أيوة بس خلاص كده خلاص كده خلاص طب أقوله اللي أكبر منه لو ضربوا ألم يتن يرد الإقليمة البعض يمكن يتنه طنار على الطريقة دي فيه يضرب ده ويدرب ده يا فندم الإناء ينضح بما فيه هو المشكلة إن الوسط كله فيه عصبية أنا سألت حديك الأول على الأكل لأن ده سبب سألت حديك على السبب اللي بعده البيت فخلاص هو كده فيه سامسينج رونج فيه حاجة مش مظبوطة في البيت الأم عصبية فبيحصل أو يعني إسقاط لهذا التصرف العصبي بين الأم على الإبن الكبير وعلى الإبن الصغير هتقولي لي حضرتك تمهم الأطفال عصبوا صح؟ نعم حضرتك هتقولي تمهم الأطفال أصلا تصرفاتهم تعصبوا وبتاعه وكده صح؟ هو الجنة تحت أقدام الأمهات منين؟ من فراغ أو من الصبر؟ والصبر وصلت؟ شكرا شرفتين يا فن شرفتين القصة بتاعت الشعور بالزنب دي دي أحد المشاكل اللي بتحصل عند الأطفال إنه هو بيبقى حاسس إنه هو إنحاز لطرف الأم أو الأب وبعد شوية بيحس إنه هو فيه يعني حتة لوم كده أو شعور بالزنب إنه هو جي على بابا عشان ماما أو جي على ماما عشان بابا أو كده فأنت بإيدك بتزرع في ابنك أو بنتك الصحة النفسية الغير سوية فإحنا من خلال هذا المنبر الإعلامي إحنا ومن خلال برنامج نحو الهدف أنا بناشد كل الناس يا جماعة تابعونا تابعونا كل حلقة عشان خاطر نتعلم ولو جزء بسيط في كيفية التعامل مع الأطفال والنشأ لأن دي حاجة مش سهلة دي حاجة محتاجة حرفة حاجة محتاجة صبر حاجة محتاجة وتستاهل إنك تشتغل عشانها وإنك تعمل لها عشان تطلع النشأ بتاعك نشأ بصحة نفسية سوية دي حاجة مهمة جدا معنا تليفون هو وقته من سنة سنة بعض فأنا يعني باتطرد أنا أضربه مش عارف أتعامل معهم خالص بيتعصب طيب أنت بتضربين لسه مراحش حضانة ولا مدرسة لسه مراحش كم سنة هو ست سنين ست سنين ومراحش الحضانة إزاي فانه هردت كده بتأخر يعني كان بياخد دروس وكده عشان عصبيته فبخص وديع من مشاكل مع أي حد عشان عصبيته بتخافي توديه طب ما توديه للدكتور يعني كان من باب أولى لنحدى نوديه للدكتور عشان يهدى ويتعلم إزاي طب يعني هاي الأنا دكتور يعني عمله إزاي ولا أعرف إزاي اللي هو مثلا عنده فلت في الحركة ولا أعمله إيه لا هو مش حكاية فرط حركة هو حكاية أنه هو أنت بتقولي داتي أنه هو عصبي وبيعود يشتم بقى وكده لا مش بيشتم يعني ممكن بيخوص صغير يعني يزعج مع بعض يجب يسمع الكلام أوكي طيب أنت حضرتك في الموقف ده لما هو بيزعق بقى وبيضرب أخوه وبيعمل كده أنت بتعمل إيه يعني بحاول أقول لده أخوص صغير ما يتعملش معه كده ساعدة لا أكفز عليه ممكن يعني يزايقني بس أوكي لكن ما بتعوديش معاه بقى لوحدك كده بعيد عن أخوص صغير وتعودي تفهميه أن ده أخوك ولازم نخلي بالك منه وإنتك كبير ولازم تساعده وكلامنا ما بيحصلش لا بفهمه كده وكده حسنه هو بيغير يعني من أخوص صغير بس هل حضرتك هل حضرتك بتعملي أخوص صغير معاملة مختلفة عن اللي بتعملها له هو ساعدة يعني ممكن إذا يجود معي شوية ألعب معه كده شكرا خلاص شكرا إحنا كده وصلنا هو ده السبب يا فن أنا بقعد الخطة تقطع أوكي أنا بس بقعد أحاور الأم كتير ليه علشان أوصل أصلي فيه سبب كل حاجة في الدنيا ليها سبب فإذا عرف السبب بطل العجل مفيش حاجة بتيه من فراغ هو الولد عصبي عصبي ليه أدور بقى كل يعني كل أسرة وليه هنظمها كل كلاس وليه نظمه فأنا بقعد أدعبس كده لحد ما بوصل للسبب أمسك السبب وأبتدأ أشتغل بقى عليه أصبت الحتة دي يوم كل حاجة تتضبط في المنظومة الطفل والأم والأب والبيت كله بيبقى كويس ما بقاش فيه أي مشكلة يعني في حتة كنت عايز برضو أناوه عليها فكرة أن الطفل لما من ضمن الأثار النفسية السيئة اللي بتحصل فكرة عدم الشعور بالأمان البيت ده هو بيبقى الأمان بالنسبة للطفل الأب والأم هم الأمان بالنسبة له تخيل لو الأمان راح هو مش حاسس بالأمان تخيل رد فعل الطفل ده هيبقى إيه عصبي بيشتم بيزعق بيهرب من البيت حاجات كتير جدا بشوفها من أسر كتير قوي بشتاوى كتير جدا حقيقة بيبقى حلولها بسيطة جدا والأب والأم بيقوش فاهمين إيه المشكلة يعني زي ما حردتكم شفتوا كمية الاتصالات الكتير قوي دي كل ما تقعد تدور كده هتوصل للسبب بس يازم تكون حد يعني متخصص عشان تعف توصل أول ما توصل خلاص الموضوع بيبقى سهل طريقة العلاج بيبقى سهلة جدا حسب ظروف كل أسرة وكل طفل وكل مرحلة سنية من ضمن المشاكل اللي بتحصل عند الأطفال فكرة فقد القدوة يعني إيه فقد القدوة يعني تخيل طفل بيشايف بابا وماما طول الوقت اللي هم أصلا ما يعرفش غيرهم في الحياة طول الوقت ده بيزعق دي بيزعق ده بيزعق ده بيزعق طيب أنا دلوقتي حبقى قدوتي مين إذا خلنا اللي أنا شايفهم طول الوقت دول عملين بيزعقوا البعض وعملين يعملهم مشاكل في البيت هم دول القدوة اللي ده لازم أقتضي بيهم خلاص يبقى ما تزعلش زي كل اتصالات بتاعت النهاردة ما تزعلوش إن الولد عصبي إن الولد بيشتم إن الولد بيمرمخ في الأرض إن الولد بيعمل كذا ما هو مش من فراغ هو دي سلوك نفسي غير سوي ليه لأنه فقد الفيجر الشكل بتاع القدوة بتاعته ليه القدوة خلاص ما بقتش موجودة اتشوهت حصل ديستورشن في الأفكار أو تشوه يعني في الأفكار فهو بدأ يفقد المنظر اللي هو المفروض يبقى قدوة ليه ففقد القدوة دي حاجة يعني في غاية الأهمية هتقول لي ليه دكتور وليد هقول لك علشان لو ملقاش حضرتك أو حضرتك القدوة بتاعته هيعمل ايه هيدور على قدوة تانية والقدوة التانية دي هتودي لحد فين الله أعلم معانا أستاذ فاطمة من أسوان فضلي أهلا وسهلا أستاذة فاطمة وأهلا وسهلا بأهل أسوان أيوة يا فندم أهلا وسهلا يا فندم أيوة يا فندم أنا سامح حضرتك كويس حضرتك أنا معايا بنتي لها 6 سنين أوكي ما بتنتبهش للأكل خالص ما بتتكلمش هو أنا بس ممكن حاك توطي صوت التلفزيون شوية تلفزيون أوكي أنا مع حضرتك أيوة هي لما بنكون بنأكل ما بتتكلمش كويس وبتنتبهن التلفزيون لو برضو بطلنا التلفزيون بتنتبهن أية عمي آه يعني بقاركتها دائما تنبيت شريعة ومفتغوش يعني لو ندهت لها ما بتنتبهني بسولة أوكي يعني هي دلوقتي عندها مشكلة في الانتباه آه وعندها مشكلة في الحركة أيوة تتحرك كتير قوي طيب هسأل حاجة سؤال هي لو أنتو مثلا في مكان والطفلة دي قاعدة على كرسي مثلا بتفضل قاعدة هادية ولا قاعدة بتفرج كده على الكرسي أيوة بتفرج بتفرج على دي أوكي طيب لو إحنا واقفين منتظرين واقفين في طبور مثلا منتظرين حاجة معينة تقف في مكانها ولا تفضل تجري وكده وتحرك لا بتتحرك مستدرين تتجري يعني ممكن تطلع كده تطلع كده أوكي أوكي شكرا يا فندم الطفلة دي يا فندم عندها نوع من نوع الطراب الشخصية اللي احنا بنسميه عدم التركيز أو تشتت الانتباه وفرط الحركة الاتنين مع بعض لازم هنعرضها على أحد الأطباء النفسيين المتخصصين في الأطفال علشان خاطر نعملها تقييم يتعمل لها تقييم كويس وتبتدي تاخد البروجرام بتاع العلاج بتاعها يا فندم لأن هي عندها فرط حركة وتشتت الانتباه شكرا لاتصال حضرتك الحاجة الأخيرة اللي حب أقول عليها من ضمن الأثار النفسية السيئة اللي بتحصل الأطفال التبول لإرادي ودي نقطة أنا عايزة أقف عليها شوي أولياء أمور كتير جدا يجي لك يقول لك يا دكتور وليد لو سمحت أنا ابني بيتبول على نفسه مش شرط بالليل أحيانا كتير بالنهار وضربته خمسين ألف مرة وزعقت له وعملته وسويت أوكي هل انت سألت نفسك الولد ده عنده تبول لا إرادي ليه صحيح هو ممكن يكون عنده تبول لا إرادي بسبب عضوي ممكن يعني ممكن يكون عنده مشكلة لذلك احنا لما بيجينا الأطفال اللي من النوع دوت بفضل أدعبس كده مع الأب ومع الأم عشان أوصل لحاجة وبعدين بنعمل أشعة كده على المخ بحيس ان احنا نشوف بس المخ شكله ايه نستبعد العضوي وبعد كده نبتدي نمسك بقى القصة النفسية هي أكيد سبب نفس طب معنا تليفون لأوا تفضل أهلا أم عبد الرحمن أهلا وسهلا إزاك يا أم عبد الرحمن ويسر الحمد لله معايا عيل شدي بدرجة فضيعة يعني عيل إيه معايا ابن شدي يعني زوج درجة فضيعة شائي أه شائي بدرجة فضيعة تمام آه أوكي يعني حتى نبعقه كثير بالضرب وكده حتى الباب ده يبقى في النهار المخصوص لأني لو أولا حلاج الباب مفتوح أهلا يكون بيرمح مني على البحر يعني لو بيرخ في الزوارق بكفوش المخصوص أحسن بالله هزرعه النهار كل اللحظة أه يعني هو أول ما الباب يتفتح بيطلع يجري على طول أه كويس قوي هو عنده قدي ثمان سنين ثمان سنين ده كبير أوكي وحضرتك بتحبسيه في البيت كتير على طول أه طب خلاص ما أقول الأمور واضحة طب حريك بتحبسيه في البيت ليه يا فندم طب أنت ليه يا فندم ما بتخرجوش مع حد يكون في حد معاه يخلي باله من حاجات الخطر لا مثلا لو وديته مع أبو بيسيب أبو بيرو على البحر بيروح مثلا من هنا من هنا يقوله شو وراه يحكيه الأسر أوكي إحنا لازم بس يعني ندي للولد مساحة من الحرية شوية جوى البيت عشان نقدر نطمنين عليه لما نديله حرية برا البيت فإحنا عندنا بس يعني الحتة دي فيها مشكلة لازم نزبط الحقيقة يعني حتة التباول لا إراضي اللي كنت بتكلم عليها دي فكرة التباول لا إراضي دي هي نقطة مهمة جدا أطفال كتير جدا 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 من الناس اللي بتسمع المدلاتي عندهم أطفال عندهم تباول لا إراضي ورحلت دكاترة واخدت دواء وعمل كل التعليمات اللي قال عليها الدكتور إنه ما يشربش مياه كتير ما يشربش مياه بالليل ما يكلش ملح ما يعملش كلام ده كل الأمهات عارفينه وما زال الطفل عنده تباول لا إراضي إيه زني؟ تسأل نفسك سؤال ليه؟ عملنا له إشعاعات ولقناه المخ سليم أوكي فيه غلط فيه حاجة مش مظبوطة تفضل تدور كده مع الأم ومع الأب لحد ما توصل إنه فيه مشكلة عنده تطلع إن المشكلة أحد يعني الأسباب الصراع ما بين الأب والأم ضد بعض يعني قدام الأطفال الحقيقة يعني أنا النهاردة تكلمت في نص الحاجات اللي أنا كنت عايزة تتكلم فيه أتكلمت على الأثار النفسية بتاعة الأطفال لكن ما تكلمتش عن الحلول فالحلول دي إن شاء الله يعني إزاي بقى يعني إزاي إحنا نتصرف صح جوه البيت علشان الأطفال اللي معانا في البيت يبقوا ما يتأثروش بالصراع اللي بيحصل بين الأب والأم إيه الحلول اللي إحنا عايزين نعملها إزاي نتصرف مع الأطفال إزاي الأب والأم يتصرفوا مع بعض حتى لو الأطفال موجودين ما يحصلش شجار وصراع كده ما بينهم إخناقات ما بينهم حاجات كتير قوي الحقيقة أنا هوضحها إن شاء الله الحلقة اللي جاية الحلقة اللي جاية من أهم الحلقات لأنها تعتبر يعني أصل من أصول كل البيوت دلوقتي فكرة الصراع بين الزوجين أمام الأطفال إزاي نتفادى الصراع قدام الأطفال عشان خاطر نوصل بيهم لصحة نفسية سوية وما يحصلش كل الحاجات الوحشة اللي أنا تكلمت عليها النهاردة في الحقيقة الطفل هو عبارة عن من وجهة نظري إن الطفل ده عبارة عن عجينة العجينة دي بتبقى معمولة من دقيق واللبن دقيق واللبن الأب والأم لو دقيق واللبن كويسين العجينة هتبقى متماسكة وكويسة لكن لو دقيق واللبن مش كويسين مضربين بايزين العجينة هتتفكك وهتبوض أعتقد إن ده تشبيه قريب جدا جدا من تكوين الطفل أو يعني شكل الطفل الحقيقة أنا يعني سعدت بلقاء حضراتكم النهاردة إن شاء الله وأتمنى إن إحنا نتقابل إن شاء الله الإسبوع اللي جاي في معادنا إن شاء الله في برنامج نحو الهدف والحلقة اللي جاي حلقة مهمة جدا استنوني عشان نتكلم عن الحلول الجزرية لإزاي نتفادى الصراعات بتاع الأب والأم أمام الأطفال عشان نوصل بيهم للصحة نفسية سوية تحياتي لحضراتكم الدكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان أشوفكم على خير الإسبوع اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته